الملك سقن رعا من ضمن الملوك اللي احنا درسناهم في مشروع المميوات الملكية هو ده؟ ده الملك سقن رعا ده الملك سقن رعا والملك سقن رعا ده وجدت الممياء بتاعته ساعة 1881 في خبيئة في الدير البحري في الأقصر مع العديد من ملوك وملكات مصر القديمة وكانت الممياء مكتوب عليها اسمه يعني احنا نعرفه ان هو ده فعلا الايدنتيش بتاعته معروفة لما تم كشف الضمضات وكان لسه بقى بيحصل في مصر لسه كانت 1886 كانوا في المتحف المصري جم ورفعوا الضمضات فلقوا ان هو ايه؟ فيه الآثار طعن وآثار يعني يدل على ميتة عنيفة فيها جريمة قتلة برغم ان التاريخ اهو زي ده البيانينا ده الأشعة المقطعية بيانت التاريخ لا يذكر شيء أبدا عن قصته وان هو اتعرض لقتل او ان هو حارب برغم ان هو كان في فترة اضطرابات في مصر ان كانوا الهكسوس بيحتلوا شمال مصر وكانوا بمصر حتى كلها بتدفع لهم الضرائب وما نعرفش ان النسي قنرعه اتقتل حارب اللي نعرفه ان هو ولاده كاموس ومات في الحرب مع الهكسوس واحمص طارد الهكسوس بس الجراح ده من 1886 ابتدت النظريات طب لا ده قصده مات وهو مستلقي في القصر بتاعه على السرير من مؤامرة القصر ده محاربش وناس قولك ايه لا حارب وناس قولك لا اتحنط في السكة فكل كانت معلمات كلها كانت مبهامة حتى لما اتعاملت في 1960 الأشعة العادية برضو ما اظهرتش جديد كجزء من مشروع فحص المميوات الملكية اللي ابتدناها سنة 2005 مع وزارة الاعثار وقدر دكتور زي الحواس واحنا بنفحص تباعا المميوات فحصنا في مايو 2019 بمياء سيقتنراء عشان نعرف احنا عايزين نحل الفزورة دا فلاقينا فعلا الجراحة وبالاشعة المقطعية بناخد آلاف الصور وبنركبها على بعض انا جايبا لكم صور ازاي نحنا بنخصها دي معناها انه هو وقع ولا حد دربه بسكينة دي تحمل حاجات كتير قوي هنعرف منين نحنا رحت المتحف المصري وجبت من اماكن المخازم المتحف المصري اسلحة الهكسوس اللي لقناها في اواريس او هي تل الضبع مكان عاصمتهم فهما دي فعلا اسلحة الهكسوس ومختلفة زي ده كده ده السلحة ده خنجر من الهكسوس وده من محفوظ في المتحف المصري جبت خمس خمسة اسلحة مختلفة دي الهكسوس من ضمنها حربة وبلطة وخناجر دي البلطة الهكسوسية مختلفة خالص عن البلطة المصرية يعني شغل اشبه بشغل الطب الشراء قدرت ان انا اقارن ما بين النصل بتاع الخنجر مثلا ده والحراب وما بين الجراحة اللي في وجهها يعني دي الفكرة اللي جات لحاجة انك تحلي اللغز ازاي اجيب الاسلحة بتاعت الهكسوس وقارن شكل الحاجات الموجودة فعند سكن الراع وبين الاسلحة هل ضربة تعمل الشكل ده ولا لا والاسلحة دي يعني كانت متبقة تماما من شكلها اللي والنصل اللي الجراحة الموجودة في وجه سكن ناو بالنسبة كانت متركزة فقط على الوجهة ولمكانش فيه حاجة في الجسم تاني فيها جراح تانية وكانت اليدين متنيتين متقلستين دولت والمنظر ده بيدل ان هو كان ايدين متنية وراء ظهره وهو تم أسره يعني ده متعزل وتم ربط يعني ايدي فبالتالي هو لما جات الضربات على الوجه ما قدرش يدافع عن نفسه